التقى مساء أمس وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف بمكتبه برجل العمال السعودية شيخ سعد بن جهاد البلوي وتركز اللقاء حول فرص الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية تقرير آدم حسن المكاوي تدويجا لعمال ملتقى الطاولة المستدرة حول الخطة الوطنية للتنمية التي انعقدت في مدينة باريس الفرنسية يجيء هذا اللقاء الذي جمع كل أمي وزير الثروة الحيوانية ورجل العمال السعودي الشيخ سعد بن جهاد البلوي رئيس مجلس إدارة شركة العمل الأول للاستثمار والمشارع من أجل التباحث والتشور في العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية في إطار تطوير الثروة الحيوانية في تشات اليوم الحمد لله استقبلنا رجال أعمال في مقدم سعد وشرحنا له إمكانية الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية الحمد لله نحن تشات ثالث دولة في إفريقيا تمتلك الثورة الحيوانية والوزارة مستعدة لتطوير جانب العلاقات التجارية المتعلقة بالثروة الحيوانية أما رجل الأعمال السعودية الشيخ سعد بن جهاد البلوي فقد أعرب عن شكره وامتنانه للسلطات العليا على التسهيلات المقدمة أشكر أخرامة الرئيس إدريس ديبي على ما لديك من تجليلات للصعودات إعفاء من الضرائب والاستثمار في عصر الحيوانية والدواجن واللحوم والتقريب والتصدير لخارج البلد كما انتهز الوفد الزائر الفرصة ليقدم لوزير الثروة الحيوانية محمد النظيف هدية تذكارية خطوة كهذه ستحسن من حالة الاقتصاد تشدي ليكون أفضل ترأس المنصق العام لمشروع الإقليمي لدعم الثروة الحيوانية الدكتور أحمد حسن ترأس حفل تنصيب مسؤول المحطة الإقليمية لإقليم بحر غزال كانت المناسبة بمدينة مصروة بحضور عادة من المسؤولين بالمنطقة تقرير محمد صالح الحسن من قراءة زمزم طهر عشو شهدت مدينة مصرو حفل تنصيب منصق خلية المشروع الإقليمي لدعم السروة الحيوانية في الساحل حسو بدأت المناسبة التنصيبية بإقليم بحر الغزال لتنصيب مسؤول المحطة الإقليمية أبكرتك من قبل المنصق العام للمشروع الدكتور أحمد حسن وذلك بحضور عادة من السلطة الإدارية إلى جانب الرجال العسكريين بالمنطقة وبهذه المناسبة فقد قدم الأمين العام الإقليمي لبحر الغزال جان كلود مشيرا إلى أن هذه المحطة الإقليمية لهذا المشروع تشمل كافة مناطق بحر الغزال وكذا جنوب إقليم بوركو وفي ذات السياق تم تكليف المسؤول المباشر للمحطة الإقليمية لوادي فراء محمد سليمان وهو أيضا بدوره يشرف على كافة المحطات الإقليمية التالية كوادي فراء ووداي وسلاء وفي إطار المتصل توجه الأمين العام لإقليم البحيرة كلا يونس محمد إلى منسقية مدينة مساكوري لتنصيب مسؤول المحطة الإقليمية لحجى اللاميس حسن أحمد وللتسكير فإن هذه المحطة تشمل سلاسة أقليم حجى اللاميس والبحيرة وكانم